لم يتوقف جرس هاتف العلاقات العراقية العربية في الآوينة الأخيرة فالاتصال السياسي والدبلوماسي بات حقيقة بعد إن كان في شبه عزلة أو انقطع فيما مضى اليوم تعود بغداد إلى أذهان الساسة والقادة العرب ومن بينهم السياسي المحنك الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمر موسى الذي يبدأ إعجابه دون مواربة بشخصية الكاظم الذكية التي أتاحت رسم بغداد في الخريطة العربية من جديد موسى وفي حديث وتصريحات صريحة يبدأ إعجابه بخطوات الرئاسات العراقية الثلاث يؤكد صناعة مستقبل مشرق إذا استمر الكاظم على نهجه الذكي في بناء العلاقات يحدث أن يعجب موسى بالكاظم دون لقائه في دلالة على أن خطوات الحكومة في تثبيت صورة العراق على جدار العلاقات العربية تؤتي ثمارها في تمتين علاقات بغداد والعالم العربي موسى كشف عن فحوى أحد اللقاءين بالمرجع السستاني قائلا إن السستاني أخرج الجميع وأبقاه بمفرده ليقول له لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران ومن هنا رسالة واضحة يعلنها موسى في معلومات مقتضبة تدل على مستقبل ومصير العراق إلى أبعد من ذلك المدى تحدث موسى عن أبواب جهنم التي فتحت في المنطقة بعد حرب أمريكا على العراق وإبعاد البلاد عن الحس العربي ونفوذ إيران في بغداد ملفات قاسية في تاريخ العراق لكنه في المقابل استشهد بسيرة حكيمة في عهد هوشير زيباري موسى ترك رسالة توضح مصير الأيام المقبلة عن مواقف أمريكية جديدة في عهد بايدن تجاه إيران بما يتخطى برنامجها النووي إلى مسألة نفوذها في المنطقة دلالات سياسية وتقييم مباشر موثق بالواقع العراقي الجديد وما يحتاجه لإنهاء زمن العزلة والفوضى بما يحقق تطلعات شعب الرافدين التي باتت مسموعة في غرف القرار العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر